اتسع نشاط قطاع التصنيع في روسيا بوتيرة متسارعة خلال شهر أغسطس الماضي على خلفية زيادة حجم الطلبيات مؤشر مدير مشتريات قطاع التصنيع في روسيا التابع لمؤسسة S&P Global صعد إلى 52.7 من 10 نقطة في أغسطس مقابل 52.1 من 10 نقطة في يوليو حجم الطلبيات الجديدة ارتفع في موسكو بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر ما دفع الشركات إلى زيادة الإنتاج وبالتزامن مع زيادة الطلب على المنتجات الصناعية الروسية ارتفع حجم التوظيف في القطاع وإن ظلت وطيرة توفير فرص العمل هي الأضعف خلال تسعة أشهر وبالرغم من العواقب المحتملة لضعف الروبل تتوقع الشركات زيادة الناتج الصناعي على مدار العام المقبل يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا لبيانات رسمية روسية رئيس الوزراء الروسي ميخايل ميشستين اعتبر أن اقتصاد بلاده تكيف مع التحديات الحالية وأظهر نموا مستقرا بفضل الطلب المحلي وبنظرة أكثر تفاؤلا قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إن اقتصاد بلادها ككل عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة باستثناء قطاعي النفط والغاز في غضون ذلك توقع وزير المالي الروسي أنتون سيلوانوف أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 2.1% بنهاية العام الجاري بينما رجح استقرار التضخم عند مستوى 6% وعلى عكس التوقعات السابقة بوقوع روسيا في براثن الركود نجحت موسكو في تسجيل سلسلة بيانات إيجابية متجاوزة عواصف العقوبات الغربية غير المسبوقة ترجمة نانسي قنقر